بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء ده هنحل مع بعض فيه تمارين قواعد الوحدة التالتة من كتاب. عادة تفهم كده لما يكون عندك رابط. الرابط ده مع مستقبل او مضارع ازا تستبعد الماضي مباشرتا. فهتستبعد ده. وتستبعد كمان عندما انا انتهي. وده مجهول فروح. بقى معك فنش وبالفنش. ما انفعش اتنلول اصلا في نفس الجملة فدي روحت. ازا الاجابة فنش والمنطقة قاعدة دي. ان اي رابط جبنا بعدين مضارع بسيط او مضارع تام. الناحية التانية ناخد مستقبل او مضارع بسيط او امر. فاخدنا مضارع. نفس القصة برضو. دي رابط بقى المفروض فيه هنا مستقبل فحداتك هنا عايز مضارع بسيط او مضارع تام. طيب عايزين الفاعل الاول طبعا. ده بره عشان دي بدأ بفعل مساعد. واذا بردو بدأ بفعل مساعد تطلع بره. دي ماضي فبره بردو. ازا وعلى فكرة كان ممكن نقول بعد ما تخلص درجة العلمية بتاعتها. دي بعدها مضارع تام او مضارع بسيط الناحية دي عايز مضارع بسيط تحديدا بسيط او مستقبل او امر. طيب انا المستقبل ده هينفع هاد ماضي بره جوت برضو ماضي بره ده مستقبل بجوينج تو وبعدين انت تقول جوت يعني المفروض ان هي سوف تحصل على ده مجهول. اذا يبقى زي زي ايربورت مين او زي عندك رابط يا فندم قبل الرابط ده في مستقبل يبقى انا عايز مضارع بسيط او مضارع تام او اه فقط لغير. طيب مضارع بسيط او مضارع تام. طبعا دي معانا مضارع تام. ده مضارع بسيط مابل مجهول. وده ماضي تام وده ماضي بسيط. بعد ما المطار يفتح مرة تانية هم سوف ينتقلون. اه او هم سوف يحركون الطائرة. والله في هنا مستقبل لقس اللي قلناه من كل الجمل اللي فيها دي. اي رابط بنجيب بعد مضارع بسيط او مضارع تام. يبقى انا عايز مضارع بسيط هنا. تنفع واي جيت تنفع. يبقى انت معاك صح. الجملة اللي بعدها. والله هي تقول له برضو نفس القصة برضو ده رابط. بما ان ده رابط وانا معايا مستقبل فانا عايز هنا مضارع بسيط او مضارع تام. يعني انا هقول وكان ينفع برضو واحدة من الاتنين كان ينفعو. طيب الجملة اللي بعد كده. بيقول لك في غضون عشرة سنوات. في غضون عشرة سنوات العالم سوف يكون مختلفا او سوف لا يكون مختلفا والله انت هنا عندك اه دي هنتلح بره لان المفروض محتاجين يعني لا يكون ده مضارع تام. احنا متكلم على بعد عشرة سنوات. طيب ما انفعش في المستمر يبقى الوحيدة اللي صح بالاستبعاد والمنطقة. رقم تمانية. هل انت هتكون خلصت? والله دي مستقبل تام مدام في باي. يبقى انا هنقول في هنا لا. بقى مع يا طبعا ما تنفعش لانده مضارع وحنتكلم عن مستقبل. عايزة مصدر يا فندم فدي بره اللعبة. دي سيكون قد ينتهي منه اللي هو ايه مش عارفين. يبقى احنا كده اخدنا معنا رقم ايه? وكان ينفع نقول في السنوات المقبلة القليل القادمة يعني او المقبلة. نحن سوف نرى. دي ما ننفعش احنا عايزين سوفة يعني ده مضارع تام وهنا متكلم على مستقبل فدي بره. دي مجهول. احنا متكلم على مستقبل معلوم. سوف نرى يبقى الجملة اللي بعد كده الدنيا حار فانا هفتح المروحة. ده قرار سريع يبقى طيب في احداشر ما تقلعش لا تقلق انا سأساعدك. يبقى ده عرض مساعدة. العرض والطلب ناخد فين يعمل. السنة الجاية زي دلوقتي احنا ايه في اسبانيا هنكون عايشين. يبقى طبعا الاي انا هكون عايش في اسبانيا سوري. انا ساكون عايش يبقى طب ليه عم انت بقول السنة الجاي زي دلوقتي انا هكون مستمر في العيشة هناك يبقى طيب هل النهاردة حضرتك هتكون بتذاكر ده اسمه الطلب المهزب. انك لو انت عايز تستخدم سيارة زميلك فتقول طبعا انت فاضل النهاردة ولا تساعدني يبقى اللي رقم بي. طب اي انا واخد اجهازة مرضية فانا مش هروح الشغل النهاردة. يبقى سوف هلا اكون ذاهبا للعمل. ده مضارع تام ما ينفعش مع المستقبل ودي ماضي برا اللعبة ده مضارع تام مستمر ازا انت هتقول الوحيدة اصلا المستقبل في الاختيارات هي دي. غير كده انت بتقول انا مش هروح. على فكرة كان الاقوى انك تقول انا لست زاهبا. مرتب انك مطرحش لانك مريض. قبل نهاية القرن. يعني سوف يجدون. ده مجهول برا. هيكون وجدوا. برضو مجهول. انت بتقول لي بنهاية هذا القرن هما هيكونوا وصلوا للحياة اللي على كوكب الارض يبقى رقم سي. طيب رقم ستة عشر. زي زي برا اللعبة عشان عايزة مصدر. وبقي معايا بقي معايا ده كله صح. بس قال لك بدا مستقبل تام يبقى اللي هي دي. دي طبعا برا علشان ده مستقبل آآ تام بس مجهول. وانت عايز تقول هل هما سوف يجدونا. طيب يعني هل هما هيكونوا بيجدوا ولا هما هيكونوا واجدوا علاجا قبل عام الفين واربعين هيكونوا وجدوا الحدث هيكون تام. بكرة آآ آآ قبل ما انت توصلني انا مش هكون خلصت. طيب تقول مش هكون اتممت الحدث يبقى مستقبل تام فاونت هافنشت. وين يووي نقط اناف انفورميشن ويويل تليو. والله هنا مستقبل فانعايز مدرع بسيط او مدرع تام. هاف هاد معانا مدرع تام دي برا عشان ده ماضي وده ماضي وده مستقبل يبقى رقم ايه. I will keep working hard until I tell you until رابط مع مستقبل يبقى انا عايز مدرع بسيط ومدرع تام. يبقى باس وهاف باسد. يبقى باس معنا صح. هي نفس القصة until رابط وانا معي هنا مستقبل فانعايز مدرع بسيط او مدرع تام. ادي مدرع تام يا فندم وكان ينفع مدرع بسيط اللي هي until I do. والله هنا معي رابط عايزين مدرع بسيط او تام. والنحية ده مستقبل. I have done. Once you not your work will you. ادي مستقبل. يبقى الرابط ده عايزين مدرع بسيط او مدرع تام نفس الفكرة. I have finished. تلاحظ ان الفكرة اصلا مقررة. normal people want to travel in space until it a less expensive. الا انت عندك الرابط عايز بعض مدرع بسيط او تام. انا عندي it becomes. او has become. ادي has become. وعلى electric cars until they have discovered. ادي رأطله until. بعدها مدرع تام. فانعايز هنا مستقبل او امر او مدرع بسيط. حلو. طيب اه بقول لك until they have discovered الا بعد ما يكتشفوا. away for them to go longer distances without being charged. الناس سوف لا يشترون. سوف لا يشترون. شوف انت قلت سوف لا يشتري يبقى طبعا دي مجهول برة. وانت مش هيكون يشتروا. ده مجهول برضو. انت تفكيرك كان في دي ودي. انت بالعرف تقول الناس سوف لا يشترون ولا الناس مش هيكونوا اشتروا. الناس مش هيشتروا. يبقى رقم ايه? كل الفكرة اللي في الجمهة اللي فاتت دي كلها ان اي رابط بعدين مدرع تام او مدرع بسيط والناحية التانية مستقبل او مدرع بسيط او امر. وانا ايها فنشت او فكسد ماي الكمبيوتر. لما انا صلح الكمبيوتر ده انا سوف اساعدك يبقى اللي رقم بي. آآ علي مش هيعرف يستخدم الكمبيوتر. تعال نشوف انتلهي هاز الا لما يصلحه دي مظبوطة. وان هي هاز يعني هو مش هيستخدم الكمبيوتر لما يصلحه. ولا انتلهي هاد هاد برة اللعبة لان معك مستقبل فاستبعدت الماضي. وهاد دي برضو مر برة اللعبة لانك معك مستقبل فتفكيرك كان في المعنى بالعربي. علي مش ها يستخدم الكمبيوتر الا لما يصلحه. معناه الا عندما او حتى. عندما انتهي من قراءة الكتاب لما حدث القراءة يخلص يبقى once i have finished to read. لا. finish ing. i have finished reading دي مظبوطة. i finished to read برة اللعبة. يبقى i finished reading دي معاك. انت عندك once. بقى معاك i have finished reading والله يا مستر هما الاتنين معلوم فعلا وهم الاتنين مظبوطين بس في مشكلة. ايه المشكلة يا ابني? ان عندي هنا مستقبل. المستقبل ده هنا عايز من الجارع بسيط او مضارع تام. المضارع التام ادي i have finished reading. وكان ينفع برضو اقول لك once i finish reading. ودي ما يخد بالك. ون ايه دا كيك. والله في مستقبل فانا عاستبعد الماضي. هنا في هات برة. وهنا برضو ماضي برة. هنا باقي معاك. we have been baking. نترجم عربي. لما ايه الكيكة احنا سوف نقطعها الاجزاء. لما احنا نكون بنخبز ولا احنا لما نخبز ونخلص لما نخبز وممكن نقول وين وي بيك. مضارع بسيط. تسعة وشرين. we want be able to stay in the hotel. until. نفس الفكرة اللي بنحكي فيها من مبارح. اللي هي الفكرة ان حضرتك عندك هنا وين? until رابط. معاك مستقبل فالنحية التانية انت عايز يا مضارع او امر. اه مضارع بسيط او مضارع تام. سوري. مضارع بسيط او تام. دي بره بره عشان دي ماضي. هنا بردو. اطلع يا بره عشان انت ماضي. بقي معاك مضارع تام اهو. وده مستقبل. انت قلت لي بعد الرابط ممنوع نستخدم المستقبل. فده بره اللعبة. ازا تفكيرك راح لدي وانترجم هتلاقي المعنى مزبوط. هم مش هيكونوا قادرين ان هما يدرسوا يعودوا في الفندق الا لما ينتهوا من تدوينه. وين طارق نقعة ادي وين? ده رابط. هي وين? ادي معاك مستقبل. هو انا ليه براح اتاكد ان ده مستقبل. لاني ممكن يبقى هنا ماضي فاخد ماضي. طب هنا مستقبل فالرابط هنعوز بعده مضارع بسيط. او مضارع تام. دي برا انت ماضي. ادي هاز باصل ديت صح. وده مستقبل برده بره. وده ماضي برده بره. قريبا اخويا هيكون سوف يكون. مفيش حاجة اسمها اصلا ولا عايزة مصدر. وبي ما يجيش في المستقبل. فما يجيش في المستمر اطلع بره. مزبوطة. يعني سوف يمتلك لكن دي سوف يكون. وقال لك اخويا هيكون كبير منفع شو تحبت دائي. خلال السنوات القادمة. والله مدام في فنعايز فافكر في دي. افكر في دي. ودي بره ودي بره. طيب احنا سوف اترجم عربي. خلال السنوات القديمة القليل القادمة. خنشوفهم فقط في حدائق الحيوان. يعني نحن سوف لا نرى. سوف لا يبقى ومت بي. خلال تلات عقود المدارس تستخدم. يبقى اللي هي دي. يعني سوف تستخدم. يعني سوف تستخدم. بس ان مدة زمنية ده مستقبل مستمر. طيب المنطق برضو انك خلال تلات سنين لو رحت المدارس هتلاقيهم مستمرين في الاستخدام. معرفش ايه كده حاجات غريبة كده بس ممسوحة. المهم ولا 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 احنا دي مجهول بره. دي بره لان بعدها المصدر. طيب بقى معك واحدة من اتنين. ولا ولا هنترجم معنا. لو احنا اخترنا هيبقى معناها في غضون الميت سنة اللي جاية دول احنا هنكون وجدنا طرق اه طرقة لاستخدام المياه. طب لو هنكون بناجد الطبيعي انك في العربي بتقول في غضون الميت سنة اللي جاية دول هنكون لقينا طرق كتير لاستخدام المياه. يبقى دي. ثانيا اوي دي طريقة واحدة مفرد. يعني ان في كده عدد فممنوع نستخدم مستمر. طيب. رقم خمسة تلاتين. البرنامج ايه الساعة سبعة النهاردة. البرنامج ده معت سابت يبقى مضارع بسيط يبقى ستة وتلاتين. انا مش هعرف قبلك النهاردة بالليل متأخر. اصلي انا مرتب اعمل حاجة تانية. يبقى اتلك لك لما تلاقي كلمة اعرف ان ده ترتيبات والترتيبات مضارع مستمر. في سبعة تلاتين بقول لك خلال ساعتين المفروض وجود قول يعني كل القطعة في الطبيعي انك بتقول خلال ساعتين انا هكون كتبت. اصح اجابة هنا طيب. المنطق بقى من الاختيبات الاربعة دول انت تقول لي خلال ساعتين خلال الساعتين دول هكون مستمر في شيء معين يبقى لكن الصح هنا ولا واحدة من الاربعة دول تنفع. احنا موصوبين ناخد واحدة فهناخد رقم دي معناها هكون انا بكتب وشغال. طيب اربعة وتلاتين بقى بيقول لك اه تمانية وتلاتين تمانية وتلاتين. بيقول لك من بكرة لمدة خمسة ايام يبقى حدث مستمر يبقى يبقى السنة الجاية زي دلوقتي هكون بعمل حاجة معينة يبقى مستمر اربعين بيقول لك هو ليه مونة بتجيب باسبورت اصل هي مرتبة تروح باريس يبقى انت عايز مونة ترتيبات يبقى مفوض نقول شيء وفقا للشاهد ده انا عادي مدارع مستمر ما لانه هوش ناخد رقم دي اللي هو مدارع مستمر مكانه واحدة واربعين انا مش عارف ازاي اشغل الالة دي. فقال لك ما تلاقش يا عم والله هساعدك. يبقى انت كده بتكلم على عرض وطلب يبقى ولو المصدر. العرض وطلب ولو المصدر مباشرة من غير تفكير. عرض وطلب ولو المصدر. ده الميكانيكي الميكانيكي هيكون خلص يبقى ولها في تصرف تالت تاتة واربعين يا باشا بقول لك من الساعة اتنين لحد الساعة اربعة بكرة الظهر انا هكون بعمل حاجة معينة ما هو من اتنين لاربعين انت مستمر يبقى تلاتة اربعة واربعين بقول لك السنة الجاية زي دلوقتي يعني انا هكون بعمل حاجة معينة يبقى مستقبل مستمر عشان شي هاز بلاند يبقى انت عايز يبقى على طول. بقول لك آآ آآ قبل سنة تلفين وتلاتين مدين كسيرة هتكون قد قيمة يعني حدا سيكون اكتمل يبقى ولها في ست سبعة واربعين بقول لك احترس مع الفاظ التحذير ناخد يبقى is going to hit you تمانية واربعين بقول لي by the time I am سبينتي قبل ما يكون عندي سبعين سنة اتمنى ان انا اكون تقاعدة حدس يكون خلص اكتمل يبقى I will have retired رقم دي I think your son a doctor he is very clever. تسعة واربعين دي بقى قبعد نخدع فيها. اقول الوقت ده هيبقى دكتور بدليل ان هو زكي بس الزكاء صفة شخصية وصفات الشخصية مش دليل يبقى will be لانده تنبؤ عشان think. خمسين بقول لك you not your energy sweeping up those leaves the wind will blow more down. بقول لك يا ابني انت اضعت وقتك. انت بتضيع بتضيع وقتك. في كنس الارضية دي. كده كده ريح هتشتغل تاني. انت تضيع وقتك. don't forget that we not to our new house by the time you get back from her day. ما تنساش ان احنا ايه الى البيت الجديد قبل ما انت تيجي هنكون احنا انتقلنا يبقى will have moved. اتنين وخمسين بقول لك buy this time to more. بكرة قبل الوقت. انا هتكون بالفعل سفرت يبقى will have flown. طبعا مفيش هنا will have flown في الاختيارات هنترجم بقى نشوف البقين. will fly هتسافر will be flying هتكون بتسافر قبل الوقت ده هتكون سفرت يبقى will have been flying آه قدامك اه will have been والبسطة برتسبب. المستقبل تا مستمر. هيكون الحدث استمر لفترة ثم اكتمل. how bad that game is. ما مدى يعني يا لها من اللعبة السيئة. I am sure our team in the match. يا لهم اللعبة السيئة. انا عارف ان فريقنا هيخسر. انت بتقول فريقنا هيخسر بدليل ان هما بلعبوا لعب وحش. يبقى دا تنبق مبنى على دليل. يبقى is going to be beaten. I will help you with your homework. as soon as I. as soon I'd عايز بعدها مدارع بسيط او مدارع تام. الاي ما ينفعش معاه finish از عايزة finish. يبقى ها finished وكان ينفع finish. we our work in the garden by the by the time he arrives from the pharmacist. قبل ما هو يوصل احنا هنكون خلصنا يبقى will have finished رقم C. مستقبل المستقبل دا مش عايز اكتر من الترجمة منك والله العظيم. by the end of tomorrow. قبل بنهاية غدا. آآ آآ دورتموند دا نوات تشيلسيا. بورت دورتموند هيكون هزم هيكون سحق. يبقى will have eliminated رقم C. هيكون الفريق قد سحق فازة على. نوها will do homework tomorrow. نوها هتعمل واجب بكرة. التنس here is the present symbol. نوها will. يبقى دا مستقبل دي بره بواسط بره. future continuous لا والمصدر دا مستقبل بسيط. يبقى will. والمصدر دا future sim. بيعرف لو قال لك will be doing يبقى future continuous. oh you are busy I not you later. بقول ايه دا هو انت مشغول انا اسف انا هتصل بك مرة تانية. يبقى قرار سريع. if you leave it until tomorrow لو انت سبت الشغل البكرة. all the tickets will كل التذاكر will have been sold. ليه? ادي انا عايز have been sold. كل التذاكر هتكون قد بيعت. تام مستمر. صح? لأ تام. طب ليه مش هنقول تام مستمر اللي هي دي? قصد كل التذاكر هتو تكون بتباع ولا كل التذاكر هتكون بيعت لا بيعت. يبقى الاولى. التين كلوك تمر بكرة الساعة عشرة. اي. not on a train to as one. انا هكون مسافر بكرة الساعة عشرة في القطار والحادس هكون مستمر يبقى will be traveling. never عايزين بعدها فعل مساعد الاول. دي بره دي بره. will i do ولا will i make a mistake مستيك عايز اميك يبقى will i make. when will mister carpenter come back? امت مستر ده هيرجع? he will be back هيرجع فرايدي. طب ليه مش انه ده اصلي مستقبل بسيط والراجل اصلا ما ديك مستقبل بسيط فشكرا يعني. ستكون السنوات قبل ان تندم على ما فعلت. اكيد بفور. معناها منزو. لكن منزو دي كاننا عايزين قبلها will have been. افترين بعدة. وذات يعني انها هيكون مر سنوات قبل ما تندم على اللي انت عملته يبقى before. to me when you get home. اكتب لي لما ترجع البيت. ماشي تمام? وما هتنسى. ده فعل الامر. مع الفعل الامر لما نيجي نعمل سؤال مزيل بنستخدم المصدر. حلو. يبقى انا عايز will you. فين will you will you will you? لأ ده هو رد عليه. اه. ده حد قال له كده يعني فده برد عليه بقول له انا سأفعل. لكن كان ممكن نعمل سؤال مزيل هنا ونقول له will you او ونعمل بقى وعلم تستفهم هنا. المهم اكتب لي لما تروح قال له حاضر. انا هتدرب سواء الدنيا مطرت او لا. لقيت عايزة رينز. رينز عايزة فاعل ات الاول. دي مزبوطة. لازم بعدها لان سوف ادرب سواء الدنيا مطرت ام لا. بقول لك اولا هو هيروح لندن ثم بعد ذلك هو سافرة برضو دي موضل اتنين. حاجة مطارع تام. يبقى الفكرة اصلا ان كده كده زين عايز قبلها مستمر وبعدها مستمر. سبعة وستين بقول لك يبقى ده هكون مستمر في العمل. انا مش هكون عارف ان نعود معك عشان كده. جملة تانية بقى. بقول لك لما انت تيجي ايه? انا هكون قادر ان اعود معاك. هكون خلصت. يبقى انا عايز الاولانية مستمر والتانية تام. دي منتهي. مستمر برضو لأ. تب متين نحطوهم بقى في النقط كده. انا هكون بعمل واجبي فمش هعرف اعود معاك. لما تيجي اللي هي دي هكون خلصت شغلي فهاعرف اعود معاك. يبقى انت كده في سبعة وستين خدنا دي. تمانية وستين. آآ بقول لك قريبا مش هيكون في اي آآ تحالفات يعني يعني مفيش اي اتحادات من بين الارقام مسلا اللي هي مش فاهم المهم لارقام السبعة الموجودة. الجملة دي بتعبر عن هو قال لك عموما قريبا سوف ولا يكون هناك. يبقى لا تنبؤ. طيب دي معناها نية. آآ آآ طبعا اقتراح. توصية. هو قال لك والمصدر يبقى ده تنبؤ يبقى شكرا. انا هخرج دلوقتي. وقال لك اي 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 قرار سريع. انا ماشي. يبقى قرار سريع. يبقى ان شاء الله بكرة زي دلوقتي انا هكون قاعد على الشط كده ومدلع نفسي. يبقى ده حدث ايه? مستمر يبقى. I will stay here till لينة. قبلها مستقبل فانا عايز مدرع بسيط او تام. لينة مفرد يبقى ناخد كمز. I don't know when the meeting ادي وين يا فندم. انا لا اعرف متى الاجتماع سوف يبدأ. الاجتماع ده ما عاد ثابت ناخد مدرع بسيط يبقى. سلما عندها اجتماع عاجل. عشان كده هي. سوف تضطر للمغادرة بعد الانتهاء. يبقى هاز سوف يضطر يبقى will have good to. لأ. المفروض انها هيسمها will have to. اخد بالك من دي عشان دي مهمة. will have to. ده الراجل كتب لك انتبه لهذه الجملة جيدا. اقسم بالله مهم من الموضوع ده. ما فيش حال اسمها will have good. اسمها will have to والمصدر او انت ممكن تستخدم must والمصدر او انك تستخدم has to والمصدر. تعال نشوف كده الاختيارات. ادي عندي has to والمصدر. آآ has got sorry. طبعا ما هي هي هاش تو. اكتب كمان has got to has got to. ادي واحدة تنين تلاتة اربع اربع حاجات ممكن نستخدمهم. ممكن نقول لك سلما will have to leave. سلما must leave. سلما has to leave. سلما has got to leave. الاربعة صح. بس ما فيش حال اسمها will have got to اطلاقا في الانجليزي. اربعة وسبعين. آآ بقول لك زا moment i not everything for the party i will contact you. وقت ما ابدأوا كل شيء للحفلة. يبقى او اجهزوا كل شيء للحفلة. والله ازا دي رابط عايزين بعدها مدارع بسيط او تام. ده ماضي ده مستقبل ده مدارع تام. مفيش بسيط. يبقى دي رقم عندما اعود انا اه المزاكرة انا سابدأ او سوف لابدأ. يعني will start start واحدة من الاتنين دول. because i have here it. عندي صداع يبقى مش هبدأ. طب ما هي فيها مستر جوين جوتو ما هو عايزة قبلها مش موجود. هل تعتقد ان الزكاء الاصطناعي نقط سوف يحل محل اللي هي دي. طبعا دي عايزة ودي مبنية المجهول. انت وقل سوف يحل محل. انت عايز معلوم. اعتقد ان الجو سوف يكون حارا غدا. يبقى. ليه عن تنبق من غير دليل. ده بتكلم عن السن والعمر قلنا مع الموليد ناخد مستقبل بسيط يعني. اتمنى ان الامتحان سوف لا يكون صعبا. يبقى. لا تقلق انا سوف لا اغادر الا لما انت ترجع يبقى. والمصدر دي ماضي بره ودي ماضي بره ودي ويقول لك ما تقلقش انا سوف لا اغادر يبقى خلصنا تمانين جملة. اللي بعد كده عشان دي عشان دي محتاج ان انا اقول لك على كلمتين كده قبل ما ابدأ حل. وعشان الفيديو ما يكونش طويل نلتقي في الفيديو المقبل في معاده ان شاء الله. المترجم للقناة